أهلنا قبل عتم أمثال حلوة وقبل أيضاً كانوا يقولون الأمثال تضرب ولا تقاس لكن يبدو اليوم الأمثال على واقعنا انفصلة تفصال أو جاية دهن و لبس ضاعب تربية للبتران هذا المثل دائماً يقال ودائماً يردد والطريف أنه قصة هذا المثل أنه أكو ثالب باللهجة نقول أبو الويو شاف لمزرعة بها دجاج ندل الدرب يومياً لأخي بسير ماكل وماش بوزة وراجع ماكل وماش بوزة وراجع أبو المزرعة انتبه هذه قصة المثل ندل أنه الثعلب يأتي خلالها مصيدة إجزة الثعلب ديفوت كموشة من ذيالة بالمصيدة انهزة من قصدية اللي يركض وراء قال لا عرفتك أنت المقصود ذيالك أنت لبتر أبو الويو هو راجع لأن أبو الويو دهاء قال لك زين أنا بس وحدي هذا يعرفني فأنا لازم أسوي لي طريقة هم أصخم الآخرين وياي فأجي سولف للربع للصنفة الثعلب البقية قال لهم الله أنا شون وقعتني بمزرعة كلها دواجين وأكل الليل كله وأشبع قال لهم ليش ما تاخذ نوياك قال لهم وانا مرات ما أثق بيكم لازم يعني نسوي تعهد شون مرات الويو يسوي الميثاق الشرف قال لي قال لهم أنا حتى يصير ببيانات تثقة أنا أروح أستطلع وراح أشد كل واحد من يحودكم ذيالة للشجرة وأروح من نجي تجونوا ياعي أمن لكم الطريق يعني واحد مثل ما ثقيني احنا ثق ببيلويو فراح رجع لهم يركض ها قل أشلاب المزرعة جتي جال الجماعة كل من المجدود ذيالة بالشجرة أطفر انقطع ذيالة أطفر انقطع ذيالة وذال كلها مقصصة ذيولها واحد من عدهم يمشي كم وشاو المزرعة قال لي أنت البقتني أنت لكلت الدجاج قال لي عمدتين شون عرفتني قال لي ذيالك مقصص قال لي يابه مو بساني كل ربعنا ذيولهم مقصصة فصار المثل ضاعبتر بين البتران سالفتني وآية رادلها شاهد مربوطة احنا همضعنا وضاعت حقوقنا بين بتران كل منهم يدعي على شاكلته وراحت حقوق وانهارت دولة وبعد ما البتران الآن يبحثون عن هيبة الدولة وصارت اليوم اللي ذكرني بالمثل الانتخابات المبكرة والانتخابات الأبكر هذا اللي ضاعب تربية للبتران فلذلك كلما نريد أن نناقش أو نلاحق ضوءا في نهاية النفق حتى نقدر نلزمنا وحدة منهن ونحطهن ونلقاها بإديانة حقيقة لأنه أعتقد أصبح الشك بالعملية السياسية مطلوب لأنك دائما يجب أن تشك لأنه ماك منتج على الأرض أكو خطابات أكو شعارات أكو صراعات أكو تذمر أكو تسقيط أكو لعب أكو تحت الطاولات أكو اتفاقات أكو صفقات أكو فساد أكو بوق أكو قتل أكو إخفاء قضية غير قابلة للتصديق لطبقة سياسية لمدة 17 سنة لم ترتد ولم تحاول أن تعمل مراجعة نقدية حقيقية للواقع المترد الآن الفرصة الآن التي ينتظرها الناس هي فرصة الانتخابات المبكرة